سكشن 2 شابتر 11 Inference about 2 means طبعا بمسبب هذا الموضوع بنا نعمل Inference about 2 means يعني بنا نعمل اختبارات حول 2 means of 2 populations وسنعرف كيف نحسب فترة ثقة للفرق بين 2 means of 2 populations طبعا في عنا حالتين حالة بتكون فيها العينتين او المجتمعين اللي احنا اخذنا منه العينات غير مستقلة بتكون باعتمدوا على بعض زي مثلا شخص بيقارن حاله مثلا صحته او تحليل طبية قبل عمل حمية غذائية وبعد الحمية الغذائية فالشخص نفسه مش مستقل عن نفسه فبالتالي بيكون في عنا الحالة هذه dependent samples الحالة الثانية بكون independent samples لكل واحدة إلها طريقتها الخاصة في حالة dependent samples منشكل من العينتين عينة واحدة بسموها sample difference عينة الفروق وبنتعامل معها كأنه في اختبارات حول one population mean خلينا نشوف كيف نعمل الكلام هذا test هان الهداف التعليمية test hypothesis for a population mean from matched pairs data اللي يكون حالة فيها يعني غير ما فيش استقلال هان to construct and interpret confidence intervals about the population mean difference of matched pairs data خلينا نشوف هان هان طبعا نقول in other words statistical inference methods on matched pairs data are the same methods as inference on a single population mean except that the differences are analyzed يعني هان بنحول العينتين العينة واحدة اللي يسميها عينة الفروق نشتغل زي ما عملنا قبل هيك في حالة single population mean one population mean طبعا هان في شروط بالنسبة للعينات انها تكون the sample is obtained using simple random sampling انها تكون العينة العشوائية تكون بسيطة وبعدين the sample data are matched pairs فبالتالي بكون لهم نفس الحجم matched يعني مثلا الشخص قراءته مثلا والنتيجته قبل الحيمة الغذائية وبعدها الشخص الثاني قبل وبعد الشخص الثالث وهكذا فبكون عنا حجم العينتين متساوي وبنعمل بينهم يعني matching بنعمل بينهم the difference are عينة الفروق لازم تكون normal فها طبعا يعني نفحصها باستخدام box plot وباستخدام normal probability plot ونتأكد ان ما فيش outliers او في حالة في الحالة هذه طبعا برضو لازم عشان نستخدم central limit theorem انه تكون ال n اكبر او بتساوي 30 the sample values are independent the sample values are independent يعني العينة في النفس العينة نفسها القيمتها بتكون العينة تكون مستقلة عن بعضها يعني هذا الكلام مش واضح كتير لكن مش مهم الآن بالنسبة للخطوات الاختبارات طبعا نازم اول حاجة نحدد شكل الاختبار طبعا دائما null hypothesis انه بقول ما فيش فرق في two means two populations فهذا طبعا نفسره انه العينة المينة تبعا الفروق بساوي صفر فبياخد هذا الشكل الثابت في كل الحالات بالنسبة للالترنتيف طبعا في عنا two tail test بكون فيه لا يساوي يعني واحد اكبر من الثاني left tail بكون ميو دي اقل من صفر يعني واحد يعني الاول مثلا اقل من الثاني فالright tail بكون الاول اكبر من الثاني وهكذا طبعا من ناحية التطبيق العملي سهل جدا بالنسبة للخطوة الثانية بعد من نصيغ الشكل الاختبار لازم نحدد level of significance alpha اللي هو احتمال نعمل خطأ من النوع الاول بعد هيك نحسب اللي هو test statistic test statistic يعني هان صرت العينة العينتين تمجناها مباصرة عينة واحدة فبناخد d bar زي x bar يعني ناخد sample mean وهان sample standard deviation وعلى جذر n بالضبط زي الحالة اللي بكون فيها بنشتغل مع single population mean من فهذا طبعا توزيح t مع n-1 degrees of freedom فبعد هيك بنشوف critical values حسب نوع الاختبار بنقارن بين قيمة test statistic هذا والcritical values ففي حالة tool tailed طبعا بيكون عندي t alpha على 2 critical value الموجبة والسالب t alpha على 2 critical value اللي على اليسار اللي هي السالبة فاذا لقينا قيمة test statistic في هذه الناحية في critical region اللي على اليمين او critical region اللي على اليسار بنرفض النر hypothesis اذا لقينا قيمته موجودة بين two critical values لانا استطيع رفض null hypothesis نفس الكلام بالنسبة لل left tailed test لcritical region تكون على اليسار فاذا اجت قيمة اللي هو test statistic في هذه المنطقة بنرفض null hypothesis وإلا من برج نرفضه وهان اللي هي right tailed test لcritical region جاي على اليمين وهذا بالأخص انه بالضبط هذا الطريقة التقليدية classical approach انه نحسب قيمة test statistic بنشوف وين موضعه بالنسبة لل critical values حسب نوع الاختبار اللي احنا بنعمل بنجريه بي فاليو بي فاليو approach انه ايش بنعملهان بنحسب قيمة اللي هو البي فاليو فبنشوف الأول حاجة بنحسب قيمة statistic وحسب نوع الاختبار ازا كان الاختبار اللي هو ال one يعني ال right tailed على سبيل المثال فبنشوف المساحة اللي تحت الكيرف على يمين هاده النقطة ازا كان الاختبار left tailed بنشوف المساحة على يسار هاده النقطة تحت المنحنة واذا كان اللي هو two tailed test بنشوف بنجمع مساحتين على يمين صار ال absolute value لهادي النقطة او النقطة هاده الموجبة والسالبة اه الى اخره طبعا احنا مش راح ننعمل يدويا راح نخلي R هي اللي بتعمله هان مش راحنا بالضبط ها كيف نجيب ال P value اه يدويا فبنحسب هاده المساحة هاده المساحة هانلاحظوا النقطة هاده مش critical value لا ال absolute value لل test statistic وهاده سالب ال absolute value هذا في حالة two tailed في حالة left tailed يكون على اليسار بنشوف ايش بتطلع لنا هادي T النقطة اللي هي قيمة test statistics سواء كانت سالبة او موجبة بنحسب المساحة على يسارها وهي غالما تكون سالبة طبعا اه وهان بالنسبة لل right tailed test نعمل بنشوف المساحة تحت منحنا على يمين قيمة test statistic بالنسبة ل ال approach هاده كيف ال conclusion بكون اذا وجدنا انه P value اقل من alpha فعلى طول بنرفض ال null hypothesis وإلا بنكون مش قادرين نرفضه او فشلنا في رفضه بعدين static conclusion يعني بنعبر عن النتيجة بمعناها اه ها تكلمنا عنها قبل 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 هيك خلينا نشوف هان كيف انه مثال testing a claim regarding Marspairs data نقول the following data represent the cost of a one night stay هامتون ان هوتيلز اند ليكوانتا ان هوتيلز. اتكلمنا عنه قبل هيك في نوعين من الفنادق. الفنادق واحد اسمه هامتون اه ان واحد اسمه ليكوانتا ان. هدول الفنادق اه بتلاقيه بتواجده في كل اه المدن. اه يعني او في بكونوا موجودين في نفس المدن واحد جنب التاني عادة. اه فبنمشوفوا الفرق بينهم بالنسبة لمعدل سعر الليلة في هذه اه الفنادق. اه طبعا ما اخدين عينة تكون من عشر مدن. في كل مدينة من هذه المدن في فندق من هذا الاول الهامتون وفي ليكوانتا. فعشان هيك دول مش مستقلين ليش? لانه مرتبطين بالمدينة. يعني يعني مثلا لو اخد فندق في مدينة لازم ياخد الفندق التاني اللي في نفس المدينة. فبقدرش ياخد فندق تالي. فبتالي هدول مش اندبندن وتكلمنا عن هذا اه في فيديو سابق. اذا هان بده يكون الفة بتساوي خمسة من مية. هاي الاسعار معدلات والاسعار مثلا في مدينة دلس اه في تكساس. في هان السعر مية وتسعة وعشرين دولار في في هامتون. في الاكوانتا اه مية وخمسة. في تامبا بي مية وتسعة واربعين. بالنسبة للهامتون. بالنسبة للاكوانتا ستة وتسعين. سانت لويس في ايلينوين. اه وهكذا. هادولا كلها مدن في ولايات مختلفة. كل في كل مدينة في الفندقين هادولا بيجوا جنب بعض. جنب بعض. فبالتالي مش مستقلين عن بعض. يعني اختياره للفندق هذا في مدينة دلس بيجبروا انه يختار نفس الفندق تبع الاكوانتا هذا اللي موجود في نفس المدينة. بقدرش يختار غيره. فبالتالي ما فيش اندبندنس. هان طبعا يدويا بشكل عينة الفروق يعني مثلا مية تسعة وشرين ناقص مية وخمسة بطلع اه اربعة وشرين. وهكذا بكمل عينة الفروق. بحسب العينة الان صارت عنا عينة جديدة. نعتبرها نورمل او بنفحصها بنشوف هي نورمل ولا مش نورمل. وبعدين بنتعامل معها كأنه احنا بنا نعمل اختبارات على المين الخاص بهذه العينة. فبنحسب السامبل مين. وبنحسب الستاندر ديفياشن. وبعدين بنحسب هان نفحص. بنحسب الاختبار اللي اخدنا ونفذنا عدة مرات في امثلة اه عديدة. فبتلاحظوا انه ما فيش هان قيم شاذة. يعني ممكن نعتبر انه توزيع العينة الفروق توزيحها نورمل. وهان نفس الشيء فيش عطلا يرصب فيش ستار ولا سيركل ولا اي شيء. فبالتالي اه ما فيش اي مشكلة. فالان بصير الاختبار شكله كالتالي. العينة الجديدة العينة الفروق. انه المين تبحى بساوي صفر. فيرسز انه المين لا يساوي صفر. والليبل او سيجنيفكنس يساوي خمسة من مية. فبحسب اللي هو تستستيستيك. بعدين بقارن بالكريتكال آآ فاليوز. فتستستيستيك بطلع خمسة فموجود على اليمين هذه النقطة اللي قردتك الفاليو اللي على اليمين. موجود اكبر منها. فبتالي بنرفض بنال يعني معنى الكلام هناك فروق فعلا في الاسعار وهذا واضح حتى من الجدول في فروق في الاسعار. آآ طبعا آآ هامتون اغلى من الكوانتا بشكل عام. وهكذا وبعدين ممكن نحسب بالبي فاليو بتطلع بالشكل هذا. خلينا شوف كيف نعمل هذا الكلام كله في آآ آآ والنسبة له آآ سهلة جدا الشغلة في عنا. اول حاجة لخصت الكم الاسعار آآ الفونتو هامتون ان آآ بالشكل هذا. وبعدين لخصت الكوانتا عملتها في فكتور. فدول طبعا عشرة ودول عشرة. آآ الآن نعمل الاختبار. الاختبار هان اسمه تي تاست. زي ما انت شفته في النظري. آآ في السلايز انه قيمة تاست استاتيستيك توزيعه. توزيع تاست استاتيستيك هو تي وذين ماينس وان ديجريز اوف فريضان. فبالتالي هان اسمه تي تاست. سهل جدا يعني. بنحط الفندق الاول او الديتا الاولى. العينة الاولى بنحط العينة التانية. بعدين بنقوله بيرد بساوي ترو. لانه هذا الاختبار برضه بنستخدمه في حالة الاندبندنت آآ سامبلز. فالفارق بينهم ان نقوله بيرد بساوي ترو. وبعدين نحط الكونفيدنس ليفل هو بده الليفل في سيكنيفكنس خمسة في المية فبالتالي كونفيدنس ليفل بتساوي خمسة وتسعين في المية. طبعا من نسبة للالترنتيف هو عنا two sided. فهو الديفولت يعني لو كتبناها او ما كتبناهاش طالما انه ما كتبناش للالترنتيف انه less او equals greater فهو بيعتبره انه الديفولت يعني انه يكون آآ two tailed test. فبالتالي مفيش داعي لكتابتها. فبنعمل هذا الاختبار وعشان احنا بنستفيد منه بدنا نسجله في اسم النتائج تاعت الاختبار. نسجلها مثلا test result باختصار بالشكل هذا. الان ازا بدنا نستخدم الابروتش تبع ال t value. ال p value. فممكن آآ بنحسب اللي هو آآ ال p value. فزي بالظلط زي ما طلعت في السلايدز حوالي خمسة من آآ عشرة الاف. آآآ بالنسبة ال confidence interval بنطلحها على طولها هان بدون اي آآ مشكلة. فبتطلع من تسعة وعشرين تلاتة من عشرة ل تلاتة وسبعين وحوالي نص تلاتة وسبعين ونص. وهذا المطلوب آآ منكم هان آآ عشان هاي المطلوب بالنسبة للسلايدز بنعملها بشكل باستخدام آآ طالما انا فيه عنا آآ فانا فيش داع نعمل حسابات آآ يدوية. فهان طبعا آآ حسب هاي ال p value تقريبا بتساوي اتنين وخمسين فبالتالي بيرفض النل اتنين وخمسين من عشر تلاف. فبيرفض النل. آآ فا وانتهينا. آآ بدون ما نحسب ال p value ولا ما يحزنون. بالنسبة ال confidence interval هان هيها طلعت وحسبها. هان مالش هان نسرع شوية. لانه نفس الكلام احنا عملناه قبل هيك في حالة ال one. آآ population mean. واحنا عرفنا كيف نحسب ال confidence باستخدام آآ وهذا آآ يكفي. فهان طالب هو بس انها تكون تسعين في المية. فا ممكن نعدلها انها في آآ ونعملها آآ المهم يعني هان آآ بتنحسب النسبة النا بسببولة. هان طبعا هاي ال confidence interval اللي هي تسعين من مية تلاتة وتلاتين وتلاتة وخمسين تسعة وستين سبعة وعشرين آآ آآ دولار. آآ طبعا هان بالنسبة النا بشكل عام. بالنسبة لل confidence interval لو خلينا ال confidence level زي ما هو خمسة تسعين من مية. بنلاحظ انها لا تحتوي على الصفر. هادي المهم. هان فترة الثقة لا تحتوي على الصفر. فبالتالي مدام لا تحتوي على الصفر. ازا بنرفض النبلها بغض الشيء. مش مش ممكن يكون آآ صحيح. فهذا دليل كافي على انه غير صحيح. الان بالنسبة لهذه لو عملنا تسعين من مية. ال confidence interval زي ما هو عملها في آآ بعد هيك. نغيرها. فبنحسب ال P value بتطلع عند تقريبا نفس الشيء. نحسب ال confidence interval فبتطلع تلاتة وتلاتين ونص لتسعة وستين وتلاتة من عشرة زي ما هو عملها آآ يعني بالزبط زي هيك. فبالتالي حتى لو قللنا ال confidence دانسليبل خلينا بدال خمسة تسعين خلينا تسعين. برضو بنرفض الhypothesis. ليش? لانه ال P value صغيرة جدا. هي واحدة. السبب آآ آخر يعني مكافئ له. انه فترة الثقة هذي لا تحتوي على الصفر. الان ان شاء الله المرة القادمة بناخد اللي هو ال inference about two means لما يكون عنا independent samples. اشتركوا في القناة